مساء الخير على شباب أولى السنوي كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم والنهار ده أول بتزولينا مع بعض في آخر درس دينا في المنهج في أول اسبوع لنا في رمضان وزي ما انت شايفش هيكة رمضان وزينة رمضان فانت هتقابلني الحسة الجاية بالكفتان وكل البلاد كل انا هتقابل بالجلالين فيديو جميل جدا بس المرة الجاية اه هتقابل بالكفتان بس عندك امتحاد المرة الجاية خطير طبعا لنبلغ عنه بقالي كتير فانت محتاج انك تكون جاي اه متشايك بس انت الجاي مغوصك من نفسك وعارف انك هتقابل في الامتحان مع مراجعة خطيرة مع وحش الكيمياء في رمضان وهنبدأ مع اول سؤال لنا في اخر درس في نص المنهج في اول فيديو لنا في رمضان مسح صح معايا سواء قبل الفطار او بعد الفطار او قبل السحور ومركزين مع بعض مع اول سؤال عشان هتقابل في امتحان المرة الجاية اللي قلتلك عليه اللي بألف جنين قولنا عشان قول الي languages لازم يكون عندك شوية شروط ايского شروطكم باس줄 كان راق ان تحتراق يعني بلاس اوتو وما شطفا على التقابات المخاربين هاتول كما شطفا على التقابات المخاربين الآن سمشتوب على اجابات بلاس اوتو لهاU ومثلت امكن أن تحسنا علي اجابة الترقى ايه غلط واجابه لتر دي كمان غلط يبقى الاجابه يا بي يا سي احنا قلنا الاحتراق بيبقى الكمباوند اللي عندي بلاس او تو بيطلع انت اكمل ده انا عارفك ده انا الحصه اللي كنا فيها مدقيم من بعد دي شوية الكلام بقى انت بطلع سي او تو اتش تو او لما بيكون عندي حاجة فيها كوربون حاجة اورهجانيك اورهجانيك ده ببص على اجابه لتر بي هاده طلع سآ تو اتش تو لا هوا ده مش سي او تو يبقى اجابة بيه غلط يبقى اكيد 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 مفيش شك منه الاجابه لتر سي اه لا ده مركب بوب كبير بوب كبير فيه كاربونا بلاس احتراق يعني بلاس اوكسجن طلع سي او تو اتش تو او يبقى الاجابه سي يبقى انا استفتح كده بسم الله الرحمن الرحيم بقى اول سؤالي ده في الكمبوسشن ان انا بحرق حاجات فيها كاربون اورجانيك بحرقها في وجود اوكسجن بيطلع سي او تو ان اتش تو او واجب درجة لطيف هو الانرجي دياجرام ده طالع ولا نازل زي الاكس مستوى كان نازل لا ده طالع من الطالع اندو ولا ايجزو لا اندو يبقى انا هتدور على ري اكشن اندو اندو سيرميك طيب اه الطالب الشاطر الطالب اللي بحبه ده اندو ينفع نختار اجابه تكون فيها ركز في التركات ينفع نختار اجابه يكون فيها كومبوسشن لا الكمبوسشن ده احتراق يعني بيطلع هيت يعني اجزو يعني استحاله بص انا بكتبها لك ازاي استحاله يكون كومبوسشن طب تعالا نبص مع بعض استحاله يكون كومبوسشن وعايز اندو الكمبوسشن كان دايما نيجاتف والجراف بتاعه نازل لكن هو هنا لم alegony يطالع تب ده لأ لأ بلاس اوتو كومبوسشن تب الايجابة اللي بعدها استنى ما شوفتهاش لتر سي دي بلاس اوتو كومبوسشن بلاس اوتو كومبوسشن يعني اي و سي و دي كومبوسشن هو مش عايز كومبوسشن هو مش عايز حاجة بتطلع حرارة هو مش عايز اجزو هو عايز اندو طالع الاجابة المتبقية حتى لو انا شلوحة ومش فاهمها هتبقى بيه تعالوا هايدي تشرح حالك بيدي بقى تعالوا نفسرها مديني كومباوند اتش جي او قبل الزهب الكمباوند ده اتفكك لباعت الزهب الاتش جي بلاس اوتو والبالانس اوكي مين 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 اللي عارف الاكويجين دي اسمها ايه مركب كبير واتفكك اه 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 في ناس اكيد جامدة فيكم دي كومبوزاشن اسمها ايه 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 تاني دي كومبوزاشن هاجبها في الامتحان عشان دي التركات وانا اموت في التركات دي كومبوزاشن يعني مركب كبير وفككته مركب كبير عشان يتفكك ادي له طاقة يتفكك ادي له طاقة يعني اندو وهي دي يعني الاجابة الوحيدة لاندو اما ايه و سي و دي احتراق والاحتراق بيطلع وانا مش عايز احتراق انا عايز اندو اسئلة لطيفة جميلة محتاجة تركات يبقى التركات دي عشان اجيبها في الامتحان اهو عشان يعرف مين شاف الفيديو دي كومبوزاشن دي كومبوزاشن يبقى ترك دا دي كومبوزاشن دي كومبوزاشن مركب كبير وهيتفكك بين عندك دي كومبوزاشن مركب كبير وهيتفكك اندو طيب سؤال رقم تلاتة وات ازا هيدرو كوربين يعني سيو مع ايه كومبوزاشن يعني بلاس او تو عارفة وحاجات فيها كاربون يبقى مع الاحتراق هتطلع سي او تو و ايتش تو او السؤال بقى بيقول ايه انهي اجابه اللي فيهم هتطلع ايكوال ايكوال نمبر او مولز اوف بوز كاربون داكسايد اند ووتر فيبر يعني لو هنا تو كاربون داكسايد يبقى تو بوتر فيبر هنا سري هنا سري ايكوال نمبر يعني هايسي من الاخر هايسي مساكي كل الاجابه وتشوف يمين مع الاحتراق هتطلع ايكوال نمبر من الكاربون داكسايد اند ووتر فيبر بصو صديق الطالب يعني عشان نكون فاهمين كده وان كنا منطول شو عارف سؤال سي اتش فور هو انا لو جبت سي اتش فور دا وكتبته هنا مش دايما كنت بقى اقولك شوف عندك كم كربونا وحط الرقم جنبي سي او تو تقولي ايه فكده كربونا كربونا واحد واحد كم هيدروجينه اربع 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 دفايد تو ايكوال تو هلا هنا عدد المرزل في الكاربون داكسايد هي هي عدد المرزل في الووتر طيب اه هنا كم كربونا تو هنحطها كم كاربون داكسايد طب سيكس اتفايد تو سري توي سري مش زي بعض طب سري اتفايد تو فور سري وفور زي بعض لا يبقى الاجابه دي تعالى نتأكد عشان تكون فاهم بردو مقتنع دعا نتأكد استنى علي اهو ويت 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 اهو سي فور اتش ايت كم كربونا هنا اربعة حط الرقم جنبي سي او تو كم هيدروجينه تمانية تمانية دفايد تو اربعة ايكوال نمبر ولا مش ايكوال نمبر هنا اربعة مولز وهنا اربعة مولز وهو عايز الهيدرو كاربين اللي لما عمله يطلع ايكوال نمبر دي سؤال سعباني ومن اول هنا الواجب هيشد شده خطيره ايف 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 زا هيت اوف كمباشن اوف جرافايت الجرافايت ده اللي هو كاربين بيقولك لو الهيد بتاعت كمباشن نيجاتف سري ناين في نيجاتف هنا هي بس هي مش علاقة فوق اهي 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 نيجاتف سري ناين سري بوينت فايف كيرجول برمول بيسال عن الهيد بتاعت كمباشن بتاعت وان هندرد تونتي جراف اه ده عشان سؤال كارس مالتبليكيشن طب يلا معانا هو بيقولك ان الاحتراق بتاع الجرافايت بتاع الكاربون بتاع الوان مول كان نيجاتف سري ناين سري بوينت فايف عرفت ان هشان هو هنا بيقولي بير مول فالكاربونة الوحدة يعني الوان مول لما تحرقت طلعت هي بمقدار نيجاتف سري ناين سري بوينت فايف هو عايز وان مول ولا عايز وان هندرد تونتي جرافايت تقولي هاي دي هو عايز وان هندرد تونتي جراف يبقى هنكتب هنا الاكس بس قبل ما طلع الاكس اللي هي دي انا محتاج تكون يولي فاتك متزبطة مول وجراف هبدرب المول في المول ارماس طب المول ارماس بتاع الكاربون موجرافايت ده هو الكاربون بيكان في اتنوشر وان في اتنوشر اتنوشر امسح يبقى دي اتنوشر جرام هعرفك يلا ما شفتش الفيديو في الامتحان هتدرب ده طيب ده دفايد ده هتجيب الاكس يلا نجيب الاكس الاكس تطلع معاك بسري ناين سري فايف طيب واحدة واحدة علي عشان نعرف الاشهار مبدئيا الاجابات كلها نجيب فلازم دي اكيد هتكون نجيب يعني الاجابة لترديب بس يلا فهمك هو هنا بيقولك ايف زي هيتوف كومباشن وبيسأل برضو عن هيتوف كومباشن بيكلم عن حاجة وبيسأل عن نفس الحاجة يبقى اكيد نفس الاشهارة لا يعني لو دي نجيب يبقى برضو اكيد دي هتكون نجيب يبقى لازم نركض ان منهجنا كله في نص المنهج بيتكلم عن معظم 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 كورس ملتيبليكيشن الوان مول لما تحرقت طلعت ايد بمقدار ده سوم كانش عايز الوان مول صديقي دكتوري لا هو كان عايزه وان هندرد توينتي جرام بمقدار قد ايه زبت يونيتات كورس ملتيبليكيشن اشارة سؤالة خلص اللي بعد انت اللي تحلو بقى ايف زا تشينج اتشينج اتشينج ايوه 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 شايفك يا اللي بتقولي دلتا اتش تشينجي نيه كونتانت اصل تشينجي يعني دلتا اكمباني كونفاشن بتاع تمانية جرام كان عندنا تمانية جرام من الميزين بنحرقهم لما حرقنا تمانية جرام طلعوه بمقدار قد ايه ايه اهوه في هنا برضو نيجاتب بس مش علاق فوق يبقى انا هقول ان تمانية جرام لما تحرقوه طلعوه بمقدار نيجاتب فور ايه تو اكيد هو يعني ايش عايز التمانية جرام ايه ربقى السؤال بيسأل عن ايه what is the standard 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 ايه ده وان مول هو عايز الوان مول ما احنا قولنا standard يعني وان مول هو مش عايز التمانية جرام هو عايز يعرف الوان مول هاي طلع عايد بمقدار قد ايه لما يتحرق اوكي ده جميل خالص ينفعنا شغل جرام مولا هون اضرب المول في المولر ميز كربونا واحدة بتولب اربعة تايمز وان بسكستين يعني كاني بقول وان تايمز سكستين يعني بسكستين اضرب ده ده على ده تجيب الاكس تطلع معاك الاكس بكيب تطلع معاك الاكس بناين سكس فايف بوينت وان طيب يعني الايجابة بي و سيه غلط يعني ايجابة ايجا دي اشارة واحدة واحدة علي يا هاي دي كده الله يخليكي هو بيكمديني هنا في السؤال ان الدلت ايتش بناجت فور ايتو بوينت فايف وبيسأل برضو عن ستاندر ديتو في كومبوسشن اللي هي دلت ايتش دايرة اصلي دايرة يعني ايوان مولي طب دلت ايتش و دلت ايتش نفس والعكس لأ طالما بيسأل عن نفس الحاجة يبقى نفس الاشارة يبقى اكيد نيجاتيب دي لأ تاني تاني نأكد لو كان بيسأل عن كوانتي تي كوانتي تي كدنا هنعكس الاشارة بس هو هنا في السؤال بيقول اللي ان اللي تشانج في الهيد كونتينت بمسكستين نيجاتيب ربعمائة اثنين وتمانين طب اللي هيطلع من وان مولي بقد ايه اتش نفس الحاجة نفس الاشارة لكن لما يسأل عن كوانتي هنعكس الاشارة اوكي سؤال كوانتين نمبر سيكس ماشي معي خطوة خطوة دنيا لطيفة جميلة اكزامبلز اوف هيت تشانج زاد اكمباني كيميكال كيميكال ري اكشن خدت بالك منها كان عندنا فيزيكال وانا عملنا في سلايد كده في الباور بوينت والكيميكال وطبعا طلابي الاعزاء اللي بيستروني وبيحبوني وهيشرفوني عارفين الفرق ما بين فيزيكال والكيميكال كيميكال يعني عملنا كيميكال ري اكشن فيزيكال لأ طب دايوشن خففنا حطينا مي ده كيميكال ري اكشن لأ ده فيزيكال طب الفورميشن لأ كونا مركب عملنا كيميكال ري اكشن طب سوليوشن حطينا مي على ملح ده كيميكال ري اكشن لأ طب تسيح حاجة كالجاية وساحت لأ يبقى مين الوحيد الكيميكال فورميشن لما بنعمل فورميشن لكمباند ده سؤال لطيف جده يأي ما يبزربوا حرارة يطلعوا حرارة إكساب السوليوشن بيأبزرب وبيطلع الضيوشن لما بنحط مية ساعات لما بنخفف بمية ده بيستهلك حرارة يعني بياخد حرارة او بيطلع حرارة طب الكمباسشن هل الاحتراك احتراك بياخد حرارة ولا دايما بيطلع بيطلع بس اكتب جنبها ده بيريليز بس ده اجزو بس اجزو بس ده بياخد بس ده بيطلع بس ما بياخدش طب يلا سؤال ده لو انت فهمت الفاتح هرتحل زي حلو ده اجزو بيطلع بيطلع حرارة يبقى بوضطف ولا نيجيب بس بس بزو بيجيب و نيجيب بس بس بنه بل بزو في قنجيب غلط يبقى لإيجاب ايه؟ ده ممكن يكون بوسطف او نيجاتف الفورميشن بوسطف او نيجاتف لكن الكمبوسشن دايما نيجاتف بس عشان ده بيريليز بيطلع حراره دايما اكزو والاكس بتاعنا نيجاتف في حياتنا. question number 9 اه الشلة اللي جاية بقى دي عايزة حدى قدها فانت لو عرفت تقدي في الجزء اللي جاي من الهومورك تبقى هتقدي في الامتحان طب يلا واحدة واحدة كده يلا تزبط نفسك كده معي اوكي اوكي هو بيسألك هل ده الاول كومبوسشن ولا فورميشن انا محتاجه عرف ده كومبوسشن ولا فورميشن عندي شروط لكل واحدة من دول لكل الناس اللي بتتفرج علينا لازم تكون عارف في الدرس الرابع ايه شروط الكمبوسشن ايه شروط الفورميشن كله يلا بيكتبها معي عشان نعرف نقدي في الجزء الجاي كومبوسشن يعني احتراق يعني بلاس او تو ولازم الكمبوسشن دايما يكون نيجاتف الدلتا ايتش نيجاتف ولو انا بحرق حاجة فيها الكاربون يبطلع سي او تو ايتش تو او والحاجة اللي بحرقها تكون قبل السحب انا بحرق حاجة يبقى ده موجود قبل السحب طب الفورميشن الحاجة اللي بكونها تكون بعد السهم ويقريت تكونوا بتكونوا حاجة واحدة يعني وان مول يعني البرودكت يكون بعد السهم ويكون قبل السهم المنت عناصر انا قصدي دي انا بكون بكون مركب واحد ما تخليهاش وان مول عشان ما تتلغبطش لو الستاندرد يبقى وان مول لكن انا قصدي انا بكون بكون بعد السهم طيب تعال نشوف هل دي كومبسشن ولا فورميشن ايه الشروط اللي اتطبعت على سؤال رقم تسعة فتعرف هي كومبسشن ولا فورميشن وقف ويعرف الاول هي كومبسشن ولا فورميشن كومبسشن ولا فورميشن بس لي ما تنفعش تكون فورميشن هل فيك مركب واحد بعد السهم ولا عندك مركبين مركبين يبقى اول شرط للفورميشن ضعه هل قبل السهم عناصر مفردة هل في قبل السهم عنصر 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 إليمنت ولا دي كومبوندات كومبوندات يبقى دبش فورميشن يبقى احطراك حلوة اوي يبقى تحققت في شروط الاحتراق لايه ما تحقةش في شروط الفورميشن فورميشن يعني قبل السهم إليمنت هل ده إليمنت ولا ده كومباوند والسي إس تو ده سي مع اس مش إليمنت ده كومباوند طب احنا بنحرق دايما الحاجة بنحرقها بتكون قبل السهم يعني هل هنحرق سيو طول بعد السهم ولا بنحرق السي اس طول قبل السهم بي رجعوا تاني عشان ده سؤال خطير لو انت مفهمتوش مش هتفهم الواجب طب واحد كمان عشان خاطر الناس الحلوين سؤال عشرة ايه تشوف زفالة من كهاز دلتا اتش اف نود نود يعني وان مول اكوال زيرو فاكرين في تاني درس اللي ما كنا بنشيله ونحط الاركاب وكان فيه حاجات لو مش مكتوبة بنخليها بزيرو ايه اللي كنا بنخليه بزيرو الالمنت لو عندي المنت بخليه بزيرو يعني بي ارتو ده يعتبر المنت الاف اي ده يعتبر المنت الانتو ده يعتبر المنت هل الان اي بوزيتف اللي عليه تشارج هل ده المنت ولا عليه تشارج فاهميني اكتر يعني بي ارتو ده برومين موجود كطبيعي كعنصر اسم بي ارتو از اير عنصر الايه انتو هل في حاجة اسمها سوديا متشارج المنت يبقى كل دولا وقلنا في الاكوالجن هنشيله ونحط مكانهم زيرو لكن سوديا متشارج دي لأ بوزيتف سوديا دي لأ واشن نمبر 11 يلا تاني ونذكز تاني بيسألني وبيقولي مين الاكوالجنز اللي بتربزينت ستاندرد كله شاف كلمة ستاندرد وده اللي هعمله في الامتحان ايوه ايوه ونمول ستاندرد يعني ونمول قالي فورميشن مش كومباسشن يعني يعني بنكون حاجة بكون قبل ولا بعد الحاجة اللي بكونها تبقى قبل ولا بعد طيب انا عايز حاجة واحدة بعد السهم يكون ونمول او لا كلهم بعد السهم ونمول 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 طيب قبل السهم عايزين يكون فيه يبقى قبل. بنعيد كل شو عشان نكون فاهمين. قبل السه. عايزين يكون في عناصر. طيب. ده عنصر اوكي. هل في حاسبها سيقل ولا طيبا بتكتب سيقل تو قلتها لكم في الحصة اهي ما كنا نقفشين عمها بعض. سيقل تو يبقى اجابة دي ما تنفعش. طب اللي بعده. عنصر كربون. ده عنصر. ده عنصر. وبعد سام وان مول. انا حاس ان دي الاجابة. بس لازم اتاكد ان يسيو دي غلط. الزنك. الزنك ده بس هل الزنك ده ليكويد ولا سولد? سولد. يبقى الاجابة دي غشان عاملينها ليكويد. طب اللي بعديها ده المنت وده المنت. مالقيه الغلط بقى? هنا عندك قبل سام كربونتين. هنا كربونة واحدة. فمش بالانس دي. فهي وقال اجابة بي. اسئلة دي لطيفة جدا وسهلة. هي سهلة بس محتاج ان احنا نكون صحصحين ومفوقين في الامتحان. يعني لما هتنتحن قبل افسراتكم مفوقلي. ستاندرد يعني وان مول. يعني بنكون حاجة واحدة بعد السهل. وان مول. وقبل سام يكون فيه المنت. هم كلهم قبل سام فيه المنت. بس فيه في كل واحدة غلطة. السيلي دي ما ينفع شاند كبسي. الزينك ببقى سولد. الكربون هنا البالانس مش متزبط. نفس الفترة. يلا تاني 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 تاني. الاسئلة حلوة اهي. ريبريزنت ستاندرد. ستاندرد يعني ايه? وان مول. طيب وان مول وقبل السهم يكون فيه المنت. انا شايف ان كلهم وان مول وان مول وان مول. قبل السهم المنت. طيب يلا اختار. يبا احنا كونا المجنيزيام كلورايد. عايزين المجنيزيام كلورايد. اللي بعد السهم داي يكون معمول من عنصر المجنيزيام وعنصر كلورايد. طيب يلا. انهي اجابة. هل انت عندك نمشي من تحت الفوق? هنفع قبل السهم يكون فيه تشارجات. انا بقول لحيزة المنت. مش تشارج. يبقى سيو دي غلط. ايه ولا بيه? كله يتأمل ويبص ويختار لي. ايه ولا بيه? هل المجنيزيام? اللي هو متل ده جاز? هل في حسمها مجنيزيام جاز? كولورايد جاز? يبقى الاجابة ايه? يبقى انا لازم اركز ان لو قالي ستاندرد لو بيتكلم عن فورميشن يبقى بنكون حاجة. يعني بعد السهم وان مول. يعني لو كان مكتوب تو ام جي سي اتو كاش تنفع. انا عايزة وان مول. طيب معمولة قبل السهم من الاليمنتات. هل ينفع نقول سي قل بس? لا هي اسمها سي قل تو. ينفع نقول سي قل ناجاتف? لا هي اسمها سي قل تو. عشان نعم في التركات. هل نركز كمال في الفيزيكال ستايت? هل اسمها مجنيزيام جاز? ولا صولد? لا صولد. كوهي ستاندرد. استاندرد يعني ايه? يلا معايا. وان مول. ايش طب ايجابات? يلا 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 يلا. يلا. اه بيو سي غلط. هل دي وان مول ولا تو مول? تو مول. لو عايز وان مول. هنكون المي. ايه ولا دي? ايه ولا دي? لا اركز عشان كده هتعبت منك. لو غلط فيها في الامتحانة هيبقى الموضوع مش لطيف. هتعصب جامد. اه لا دي دي شاتر. ايه غلط ليه? هل ينفع هيكون فيه تشارجات ولا بنكون عايزينها تاني هو. قبل السهم. ايليمنت. 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 لا ده مش ايليمنت ده تشارجات. ماشي. والفورميشن بيكون بوزتب او نيجاتي في الدلتا اتش. لكن الكمباسشن دايما نيجاتي. لا تاني انا زيقت. انويتش ري اكشن. يعني دلتا اتش. برضو نفس الفكرة يعني وان مول. يلا قشتب ايجابات لحد ما نكتب وان مول دي. عايزين وان مول. يلا شطبت ايجابات. ايو ايو بي غلط. هل دي وان مول بعد السهم? يبقى الاجابة هي ايه رايك سي او دي? قبل السهم. ينفى يكون كنباوند لازم يكون ايليمنت. ايليمنت. ها سي ولا دي? هل ده ايليمنت ولا ده كنباوند? هل ده عنصر واحد والله عناصر مختلفة? فو بقى. شلوين تب شو عايف تحلي الكلام ده يبقى ده ازمة في حياتك كان ده سهل قوي. ده عنصر وعنصر وعملوا مركب عملنا فورميشن اللي مركب. وان مول يبقى ده ستاندرد هي توفورميشن. سؤال اللي بعد 15 شايف الوجب سهل وماشي ازاي وقوله بنفس الحاجة. what is the equation in which is the value of دلتا اتش? دي دايرا يعني وان مول. ريبريزينت تشينج ان ده ستاندرد انسالبي اوف كومبسشن ستاندرد يعني وان مول. وستاندرد انسالبي اوفورميشن. تقولي هايز انا مش فاهم. بيقولك صديقي فين الاكويشن اللي ينفع تمشي هو تكون كومبسشن. وممكن كمان تكون فورميشن. ايه دا هو ينفع? او. تعال نشوف مع بعض. يعني فيه الاكويشن اللي اتطبعت عليها شروط كومبسشن وشروط الفورميشن. طيب. اول حاجة. بيقول ستاندرد ينفع بعد السهم اللي يبقى ايجابة بيه غلط. طيب. طالما فورميشن وهو شو هو بي كان بيتكلم عن فورميشن و كومبسشن. طالما كومبسشن يبقى احنا عايزين ركزوا معايا. اوي. بلاس او تو. انا شايف ان الاجابة دي بلاس او تو بلاس او تو بلاس او تو. تمام. فورميشن انا عايز قبل السهم. طب واحدة واحدة. طيب. يبقى احنا عايزين في السؤال ده. هو بيتكلم عن ستاندرد. فقالي ستاندرد و كلمة ستاندرد الله يخليك ركز معايا يعني وان مول. وان مول. وان مول. وان مول. يعني لازم بعد سهم وان مول. لا دي ما يفعش بيه. هو عايز يتحقق فيها شروط الاثنين. الكمبوسشن والفورميشن. عشان نحقق شروط الكمبوسشن يعني هزين نعم بلاس او تو. بسيطها على اجابة ايه و سي و دي بلاس او تو. طب عشان نحقق شروط الافورميشن قبل السهم. طب يلا نشوف. لسه يلنهم. ينفع قبل السهم. نلاقي الزنكي ليكويد. ولا هو دايما سولد. سولد. يبقى اجابة ايه غلط. مع ان مع ان مع ان دكتوري جميل. ان قبل السهم فيه عناصر. بس العناصر دي الفيزيكا للست بتاعتها مش متزبطة. لازم يكون سولد. طب سي ولا دي? هل قبل السهم ده عنصر? ولا ده عنصر الكربون مع عنصر الاكسوجين? لا. يبقى الايجابة المتبقية بعد الاستبعاد دي. تعال نشوف هل تحققت فيها شروط الكمبوسشن? او بلاس او اهو. اعملنا شروط كومبوسشن. يجي الواحد يقول لي ايه? نعمل الفيديو شوية الفاتده كله بتلسع الفاتده ويقول لي ايه? ايه ده? مفيش سي او تو اتشو تو او. ازاي كومبوسشن? ثلح. امتى بكتب سي او تو اتشو تو او? لما يكون قبل السهم فيها حاجة فيها كاربون. هو الحاجات اللي احنا بنحرقها في الكيميا. هل حاجات فيها كاربون بس? ولا ممكن حاجات تانية? ممكن حاجات تانية. ده مفيش كاربون فبالشرط اكتب ان هو يطلع سي او تو اتش تو او. طيب. يعني اتحقق فيه شرط الاحتراك اهو. طب فورميشن. هل بقى عند السهم وان مول? او وان مول. اتحقق اهو. هل قبل السهم? اه ده وده يبقى الاجابة دي. ايه كده غلط لي عشان الزنك? دي كده غلط لي عشان كانت ومول واحنا عايزين وان مول. ده ما كانش ده كومباوند واحنا عايزين قبل السهم. حاجات مفرد. وليس جامع جامع لأ. يعني حاجة مفرد حاجة لوحدها. عنصر واحد يعني. طيب اللي بعده. تعالوا نشوف انت وقف وشوف هل تطبق عليها شروط الفورميشن ولا كومبسشن ولا الاتنين. لحد ما اكتبوا وانا كمان. شوفت عمينا عايزة على هد ايه? مهمة. ولا فورميشن ولا الاتنين. موقف وبتركز. انا عايز الناس كلها تقدي في الامتحان. طيب. اه يعني انا لقي ايه كومبسش لازم اكتب بلاس اوتو. الفورميشن لازم. هنا قال ستاندرد ولا لا لا عادي قال عادي. ماشي. فورميشن لازم قبل السهم. حاجات مفرد. ايه? المنت. هل في بلاس اوتو? اه يعني انت حقق شرط الكومبسشن. هل قبل السهم حاجات اه يعني انت حقق كمان شرط الفورميشن. يعني دي كومبسشن وفورميشن مع بعض. يبقى الاجابة وايه بيه غلط. هل نختار دلت ايتش بوسطف ولا نيجاتف? والله لو كومبسشن بس نيجاتف. طب الفورميشن ممكن يكون بوسطف وممكن يكون نيجاتف. طب نختار الاجابة لتمشي على الاثنين اللي هي نيجاتف. لأ تاني. بركزه معي. اول حاجة. لو نيجي نبوسط على شرط الكومبسشن. هل في بلاس اوتو? اه? يبقى هنا حرقنا الهايدروجين. فلما حرقنا الهايدروجين جاز طلع مياه. تحقق شروط الكومبسشن. طب فورميشن احنا كونا ميا بعد الزهد. كوناها من الاليمنتز بتاعتها. اللي هي الهايدروجين والأكسجن. فانا عندي متحقق الشرطين التطبق عليها الكومبسشن والفورميشن. تحقق فيها شروط ده. والشروط ده. طب تعاني رجع تاني على الشروط. كومبسشن معاني بحرق. فوجود اكسجن. ولازم الدلتش كون نيجاتف. طب بالفورميشن. معاني بكون حاجة. زي نا كونا ميا. بس دازم كونا ميا دين من عناصرها. من عنصر الهايدروجين وعنصر الاكسجن. طب نختارها. اللي بيكون ما بين الاثنين. النيجاتف. واسجن نامبر سيفنتين. وبيقول لك. ري اكشن. اتش تو بلاس اف تو دك تو اتش اف. شوف ببيسأل عن ايه. رهيته فورميشن. وان مول من الاتش اف. هو في السؤال ميديه تو مول. بس هو مش عايز تو مول. هو عايز وان مول. اعمل دفايد تو. ايه ده بس? بس. بس كده. هو ميديك. هو بيكلم على الاتش اف. فعلموا الاول على الاتش اف. في ناس لماحة. في ناس بالراحة. اللي دين جمزين وانا بحبوه. بس انا عايزك تاخد بالك. هنا بيكلم على الاتش اف. عندك كم من نمو. كم مول في الاتش اف. تو مول. التو مول عشان لما عملنا لهم فورميشن. طلعوا هيت بمقدار قد ايه. او. سوا مش عايز تو مول. هو بيسأل عن الوان مول. طلعت هيل بمقدار قد ايه. اضرب دف ده على ده. يعني وان طايمز ده يعني نفس الرقم. يعني كاني بعمل الرقم ده. فايدة تو. فهتطلع الاجابة لتر. في ناس. رسمة تبليكيشن ودي ناس محترمة جدا. في ناس تاخد بالك بني دي تو مول. وميسأل عن وان. يعني هنعمل في الاخر الرقم ده. فايدة ايه? نايمتين نفس الفكرة. مديك اكويجين. اللي هي فور اف اي بلاس سري او تو. ما طلعت تو اف اي تو اسري. اعلمون هنا في تو. يعني الاتنين مول. لما كونا الاف اي تو اسري تو. طلعوا هيت بمقدار الف ستمية تمانية عاربعين. هو بيسأل. يعني ايه ستاندرد? يسأل عن الوان مول. واحد يقول ايه? خلاص يا هاي دي بناعمل الرقم ده دفايدة تو. واحد يقول لأ يا جماعة تو مول انا محب الكروس ملطي بليكيش. التو مول من الاف اي تو اسري لما كونايه طلعوا هيت بمقدار كده. فس هم مش عايزين تو مول هم عايزين وان. مول. عشان كده دي مول ومول فهنشتغل عطول اضرب ده في ده. على ده هتطلع ايجابة لتربيه. ده سهلة اوي 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 اوي. وعشان ده دلتا اتش. وده ستاندرد يعني برضو دلتا اتش. فهي اكيد نفس الاشارة اللي هي النيجاتف وهم اصلا كلهم نيجاتف. هل ده صعب? تمنى انها تكون فسارة تقولي لأ موضوع سهل وبسيط ودرسي كله عبارة عن كومبوسشن وفورميشن. سؤال ده. وقف ولو حالات الواحدة ده كيف انت فهمت كده للحتة اللي فاتت? يلا 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 يلا. وانا بقرأ معاك. ماشي انا عرفتها. بسيط عليها وشفتها وعرفتها انت بقى ايه? افزا ستاندرد. على طول تقولي ستاندرد تكتب عطول فيها ايها لما تشوفها وان مول. ستاندر ديتو فورميشن يعني لما كونا الان او هو لما منكون حاجة بيبقى مكانها قبل ولا بعد السهم بعد السهم لما كوناها طلعته بمقدار قد ايه? او بوزيتف ناينتي. هو بيسأل عن البالي بتاع تبدلت اتش في الرياكشن ده. هي الان او هنا قبل ولا بعد السهم قبل السهم يعني الرياكويشن اتش اقلبت يبقى دلت اتش كمان تتش اقلب. بدل ما هتبقى بوزيتف هتبقى نيجاتف. طيس هنا كان عندك كم مول من الان او? واحدة. هنا عندك كم مول اتنين? يعني كاني هقول الوان مول طلعت هيت بمقدار تسعين. اتو مول بكام? اضرب اتنين في تسعين. تبقى مية وتمانين نيجاتف مية وتمانين. ايه? تاني يا سهل دي حلوة وسهلة اوي 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 اسئلة بونس. ايه مش اسئلة مية قدمية اسئلة بونس. تاني. هو بيقولك لما كونا الان او بعد السهم. طبعا لانتو بتاعش تحيل بعينك مو بتاعش تكون سريعي. يبقى كل كلمة موجودة في السؤال بتكتبها. انا شدون فهم. بمعنى. هو لك يبقى وان مول. قال لي عمل فورميشن للان او. يبقى الان او بعد السهم. لما عملنا له فورميشن. لما كونا المركب ده. طلع هيت بمقدار تسعين. اهو. بس هو بيسأل دلت ايش في الرياكشن التاني. انا شايف ان هنا الان او قبل السهم. طالما الاكوشن التشقلبت دي بقى اشارة دلت ايش في الرياكش بتتشقلب. هنا بصف يبقى التاني هي تكون النجاتيب. يبقى سي وزي غلط. هنا كان عندي وان مول. انا هنا عندي 2 مول طالما ضاعفنا يبقى كمان بنضيعف الدلت ايش. فلما اضعفه التسعين تبقى مائة وتمانية. يبقى فيه معلومتين? لما بنشقلب الإوشن الإشارة بتتشقلب. طيب. ولما بنضاعف الإوشن بنضاعف الدلت ايش. تبقى سامنا الإوشن نقسم الدلت ايش. يبقى كل حاجة بتعملها على الإوشن. لازم تطبعها على سؤال اللي بعده حاجة فكتناها اللي هو الهيدجين بروكسايد ومديك ايه ليه طيب انا مش عارف يا هاي دي الحيطة دي محلناها في الحيطة انا كنا حلناها قبل كده اللي هي كانت عبارة عن هنشيل ونحط برودكت مينس نجيب البرودكت الواحده ونجيب الواحده ونعمل اتنين مينس بعض طب يلا ايه البرودكت اللي هو اللي بعد السهل? عندك كم واحدة من المية? اتنين. والمية هيبه هيك. في الامتحان هتركز كويس قوي وانت بتطبع الكالكلياتور قلنا موجود في الجدوى? لا. ده عنصر. وطرم العنصر. هل العنصر ده بيحتاج حرارة? لا. يبقى بلزديره. ده البرودكت. هنعمله ماينس الري اكتنت اللي قبل السهل. عندنا تكمل اتنين. افتح بركب بتاع الهيجين بروكسايد. اللي هي نيجيتف وان ايت سبن بوينت ايت. يا وقت طلبت انت بتنقل ما بين المية وهي الاتش او الاتش تو او تو. ده مينس ده هتطلع معاك الاجابة بي. هل دي مسألت? طب عرفت منينة قانون. هل دي مسألت خيوتي? يعني هل شفت مسألت بونت? لا. هل شفتوا ميه? عشان قول مست? برضو لا. ابسان شايف كل حاجة بنشيلها وبنحط ما كانها رقم. يبقى قانونها ده ايت بروتكت. طب اللي بعديها شوف انت الجدول ويعرف اتح لها ازاي. انهايدراس كوبر تو كولورايد. انهايدراس كوبر تو كولورايد. كمباينز ويز بوتر. ده مراكب اسمه كوبر تو كولورايد. فعلنا مع مية. بطلع الهايدراس كوبر كولورايد. بطلع الكمباوند ده. بيسأل عن اللي هي دلتا اتش هي. بتاعت نود يعني وان مول وين فينا عندنا وان مول بتاعت الفورميشن. يا قانون اللي احنا نسألين ودلتا اتش بتاعت البرودكت. بس كده. دي عنده قانون مخصص على حاجات الفورميشن بس هو بيبقى عمدنا احنا قدناها قبل كده. اللي هو بيقول لك انها بنعمل بروتكت ماينس ري اكتر. هنشيله ونحط بس ما فيش اي مشكلة اللي عملناها هتطلع معاك. وانا هتطلع معاك نيجاتيب سيرت. نفس الفكرة. بصراحة الاسئلة اللي جاية جنده. يعني مش صعبه بس هي محتاج ان احنا نكون نفهمين حلو اوي. نقول ده عمين بنحله على الكمباتشن والفورميشن وعرفنا شروط الكمباتشن والفورميشن. لا السئلة اللي جاية احنا نقف عن الكمباتشن نومبر سيرتي. عشان زي ما اتفعه نقولت لكم ان هست لو كان مالغي سنة اللي فاتت. بس احنا هنشرحه مع مراجعة نص المنهاج الحصه اللي جاية. طيب. ستاندرد يعني وان مول لما حرقنا المجنيزيوم طلع قد ايه 20.15 جرام من المجنيزيوم اوكسايد. لو انا كتبت ايكويتون اقول ان المجنيزيوم اهو لما حرقته يعني بلاس او تو طلع مجنيزيوم اوك وعملت بالانس. ماشي. هو بيقولك ان احنا طلعنا قد ايه 20.15 جرام من المجنيزيوم اوكسايد. و الرياكشن ده اوز اكامبنين باوريليزين اوكوانت تيو فيت. يعني لما كونا وحرقنا المجنيزيوم طلع هيت بمقدار ايه 30.9. طيب. هو بيصل عن الستاندرد يعني ايه تاندرد. وان مول. او مجنيزيوم اوكسايد. طب واحدة واحدة. رمض الستاندرد ايه توفورميشن ايه. دلت اتش. وهي انا بيقولك ايه. كوانتيتي الكيو ببوزيتف 300.9. وصحي تعمل ايه. طب دلت اتش. دايما 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 دلت اتش عكس اشارة الكيو. يعني دلت اتش هتكون بالنجاتف. اللي بقى الايجابة اللي هي بي وسي خلط. اللي بقى الايجابة هي ايه يا دي. بصة انا عملت ايه. بكل بساطة. بكل سلاسة. انا فاهم كيميا. انا مش ببصمة كيميا. انا فاهم كيميا. هو ميديني الكيو ببوزيتف. بيسأله عن الدلت اتش. ما احنا قلين الدلت اتش عكس اشارة الكيو. يعني نيجاتف. يبقى بالتالي في جابتنا خلط. طب يلا نشوف يبقى الايجابة هي ايه يا دي. طب اطلع بقى بالكروس بتاعك. عشان هو عايز وان مول. قالك ان تونتي بوينت ففتين جرام. طلعوا هيت بمقدار اهو. تلتمية بوينت ناين. بس هو مش عايزين عشين بوينت ففتين. هو عايز وان مول. الوان مول فيها قد ايه. طلعت هيت بمقدار قد ايه. طبعا هنا ده المجنيزيام اوكسيد اللي بنتكلم عنه. ودي الهيت او الدلت اتش. طيب ايه هنعمل ده. طيب الزاد فايت ده. ماينفعش. لازم هنا في مول وهنا جرام. لازم نوحد يونيتاتنا. هنضرب المول في المولر ماس. هي يكيد مكتوبة عمدوه في الكتاب. ان المجنيزيام. تونتي فور والقوب سكستين هنحفظوه. عندي مجنيزيام هاية واحدة. وقوهاية واحدة. يبقى تونتي فور بلاستيكستين يعني فورتي. يبقى نمسح دي بنت فورتي. فورتي جرام. يبقى هنعمل ده. طيب مزداد فايت الده. طلع الاكس. تعال هنشوف معي. الاكس هتطلع بتاعتك بفايف ناين سيفن. فوينت سيرتي تو. انا ولا شايف الرقم ده ولا موجود ولا في ايه ولا في دي. بس اليونت هتكون ايه. انا شايف هنا اليونت كيلوجول. والمول واحدة يبقى كيلوجول بير مول. بصوا معاها. هل كيلوجول بير مول تلع نفس الرقم؟ لا هي كده الايجابة دي. بس تعالوا نعرف زي دي. هنا كيلو كالوري. عشان نحول من كيلوجول لكيلو كالوري. يعني كاني بعمل الرقم ده 4.80. الاجابة دي. سؤال زي ده صعباني. انا هجيب منه واحد في الامتحاد. عشان نشوف الناس فاهمة ولا مش فاهمة. تاني. هو بيقولي لما انا حرقك الماكنيزيوم. حرقتها. كان عندي 20.15 جرام من الماكنيزيوم. ايه الاكواشن. هو بيقولك انا عندي 20 جرام تكونه. 20 جرام دول مما تكونه وطلعه بمقدار 300. بس هو مش عايز 20 جرام ومعايز 1 مول بمقدار قد ايه. زبطنا يونيتاتنا وعملنا كروس ملتبليكيشن. طلع رقم 59.7.32. قلنا عكس الاشارة يبقى يطلع بالنجاتيب. يبقى الاجابة يا ايه دي. كيلوجول برمول. هل دي نفس الرقم كيلوجول برمول لا. يبقى الاجابة دي. هنا كالوري. عشان كنا نحول من جول لكالوري. كنا بنعمل. منهج كله حاجه واحده. وكله بينفج على بعضه. ودي حلاوه منهجنا. سلاحظوا حده. بمعنى. لو انا نعمل منهج وفهمه. حقق دي حلو قوي. لو انا واقع. انا نضار بنفس المنهج. لو انا اتفرقت على الفيديو دا والفيديو اللي فات. انت لميت المنهج كله بتاع نص المنهج. ومنحوصة المراكعة تبقى خطير. كوانسي نومبر 23. طب يلا. هنبقى في حتة تانية اللي شرحتها في اخر الحصه. اللي هي بتاعة الستيبل والانستيبل. تعالى فكرت بيها الشحرة تانية. في الفيديو عشان نكون لمية الدنيا. فاكرين لو انا قلتلكو انا صحي الصبح. عمالة روحت المدرسة. روحت بعديها السنتر. روحت بعديها خربت عشوية مع صحابي. انا عملت نطط من مكان لمكان. عشان اقدر اتنطط من مكان لمكاني. بقى انا عندي طاقة. هل كده لما انت عملت روح السنتر والمدرسة وتلف مع صحابك. هل كده انت استيبل ولا انا استيبل. انا استيبل. امت بقى استيبل لما خسش على السرير بالليل. لما خش على السرير بالليل انت شحرت جبت نجاز. ما عندكش طاقة ساعتها بتكون استيبل فاهميني. امت بكون استيبل؟ امت بكون انستيبل انا دايما هدف يكون استيبل يا جماعة. دايما في الكمي يريدين نكون استيبل. عشان نكون استيبل لازم ميكونش عندك طاقة. يعني خرقت كل الطاقة يعني عاد presidency خرقت كل الطاقة يعني government خرقت كل الطاقة unstable يعني عندي طاقة يعني عم liv homosexual يعني positive طيب بصوا هنا ومتي these equations هنا co هنا co2 عشان نكون f يعني فرماش عشان نكونه طلح حرارة بالمقدار ده عشان نكون co2 طلح حرارة بالمقدار ده مين يا الله مين اللي يقولي مين 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 المركب المرسruktur cierعب يعني seperti كل مكن كه اكتر كل مكان هناك اكثر، Etout إيجاب أنه معناه انه مُخربي كل基ه li عنده بقى فاستوق، مش قادر يتحرك chرك كل طاقة اللي عنده يبقى سي او تو عشان كل ما كنت نيجاتف اكتر نيجاتف اكتر ستيبل اكتر هل ايه ربا الاجابات هل مولر انسالبي الطاقة اللي جوا سي او تو اعلى من الطاقة اللي جوا سي او يجي باحد يقولي اه ده مور ستيبل يبقى هاير يبقى هي دي فلاح فلاح يبني هو مور ستيبل يعني مش جوا طاقة هو ستيبل قاعد على السنين وانت بتخلصي سردلك امتا لما بكو خرقت كل الطاقة اللي عندك يبقى ايه دي غلط هو ستيبل يعني مش جوا طاقة هل سي او تو الطاقة اللي جوا اقل من السي او ها هو ستيبل يبقى ما عندوش طاقة يبقى الطاقة اللي عنده اقل من اللي فوقيه هال ايكواللاه هال ديرولاه تاني عشان تكون نفاهم حلوة قوي انا بفهم كيميا امتا بقى ستيبل لما يكون مخرب كل الطاقة اللي عندي يعني لما بكون ناجاتف فطبعا سيوتو ده هو المور ستيبل مور ستيبل يعني المولر انسلبي لجوه الطاقة لجوه قليلة لور هنحيط على الحيطة دي كتير قصة واسيو نور تونتي فور بصوا كده اهو نفس الفكرة زودنا الهيت كونتن زودنا الطاقة هلا هيبقى ستيبل هيبقى متعفرت مع طاقة بيتنطط يبقى لستابلتي قلت امتى بقى ستيبل لما الطاقة تقل طب تونتي فايف يل يلسا اي ليه هي دايما اي بعمله هدف ان اكون حاجات ستيبل ولا انستيبل لا اكيد ستيبل اهي هل حاجات ليس ستيبل لا طبعا هلا عايز اعمل تكون فيها طاقة كبيرة فتكون متعفرتة يعني تكون انستيبل طب ليه مش اجابة ايه اندوسيرمك يعني جوه طاقة يعني متعفرت انا دايما عايز اعمل حاجات تكون ستيبل تونتي سيكس طب يلا سؤال ده سهل قوي ازه انترجي ليس لو الانترجي دورنج الفورميشن تحت الكامبونز زادت اي نجير ليس يعني الطاقة اللي انا عمل اخرجها بتزيد الطاقة لان اعملي اخرج بزيد عملي اخرج طاقة عملي اخرج طاقة اعمال افضي الطاقة بعامل ريليز ده طاقة كتير خرجت كل الطاقة يبقى بنله هنان يعني بنله هبقى ستيبل تعال نشوف الايجابات هل الايجابة ليه علاقة بويت او ماس احنا بنتكلم عن ويت وماش ولا بنتكلم عن طاقة وستابلتي يبقى لاجابتين الاولين غلط لما خرجت كل الطاقة يعني فضيت كل الطاقة خرجت كل الطاقة بقيت ستيبل سي الديكمبوزيجن يزيد حاجة بتتفكك يعني متعفرطة يبقى لما خرجت كل طاقة عامل كده لما خرجت كل طاقة ببقى ستيبل اوكي خرجت كل طاقة ستيبل السبع وتعструк West 274 السيرمليون انستيبل بيعمل كده بتجريها يبقى ستيبل لابعامل كده خرجت كل طاقة متعفرت معا طاقة يكتب عليها معا طاقة يعني سياخد طاقة بين باوسط ولا نيجاتف اختار الاجابة طب ما انا لسا ايله هاف او بس تعال نعرف ليه بي و سي و دي غلط عنده نيجتف لأ نيجتف دي معناه هننخرج كل الطاقة يعني ستيبل طب بي و دي غلط ليه زر هيت كنتنت ار لازدان زوز وزر المنت طب واحدة مش ده بوسيطف لما يكون عندنا حاجة بوصف يعني الرقم البروداكت اعلى من الري اكتنت يعني الكمباوند اللي تكون بيبقى مور زين الري اكتنت يبقى ليه جبا دي غلط بصوا معايش تكونوا فاهمين حلوه اوي تاني دول انستابل ده يعني دايما انا حايز يعمل كيميكا ري اكشن يعني متعفرة يعني ايزي تو توسيشيات مش ديفيكلت ياكت ايزي لكن الحاجة لما بتكون ستيبل انا ستيبل انا ستيبل دلوقتي واقهد على سريري لو انت دلوقتي روحت صبح المدرسة وراها السنتر وراها قعدت تماشى من الدرس للبيتك فاعدت عملت مجهود جي حد بالليل الساعة 12 بالليل صاحبك بيكلمك بيقولك يلا ننزل نتماشى شوية نلف شوية حاولين حضبت الدرجات هل انت هتنزل معاه ولا تقول انا مش قادر مش قادر ديفيكلت لا سوري ديفيسيل مش قادر لكن لو انت عندك طاقة هتنزل تلف معاه يعني ايزي هوا هنا بيقولك معاه طاقة يعني سهل يلف معاه المفروض كتبه ايزي مش دافيكلت اسئلة دي حلوة ومهمة طب يلا السؤالين اللي قابل الاخير if the heat of formation of HCL equal كذا negative والنبي ترد علي والله انا ستيبل نيجاتيب الـ x بتاعي كان نيجاتيب في حيتي x x x x اجزت 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 خرق كل الطاقة يبقى الـ HCL دا ستيبل يبقى عارت ان الـ HCL دا عشان نيجاتيب يبقى خرق كل الطاقة ستيبل الـ HCL بقى دا positive يعني بياخد طاقة يعني متعفرت طب يلا تعالى قابل انجيب ايحنا نعمل مع بعض ستيبل دا هالجوة طاقة ولا خرق كل الطاقة خرق كل الطاقة يعني low heat content عشان تكونوا فاهمين كله بيكتب معايا الجدول دا طب انستيبل متعفرت عنده طاقة يبقى high heat content جدول دا مهم هلعب عليه في الامتحان طب حاجة كمان دا ستيبل هالسهل ينزل الـ F معك لما تقول كلمة سعطرش بيينزل الـ F معك ولا هو خاصة على السريل لا خاصة على السريل بقى difficult difficult لكن دا بيسهل ينزل الـ F معك عشان unstable easy يلا اختار هل الـ HCL ليس ستيبل لا هو ستيبل هل الـ HI عنده higher heat content اهل ايجابي هل الـ HCL is easy ولا difficult difficult هل الـ HI difficult ولا مفكر easy easy بص لما عملت الجدول حلت بكل سهولة ازاي لايك كل الكلام عكس الجدول طب تاني نقولها معلش negative يعني خرق كل الطاقة خرق كل الطاقة يبقى ستيبل خرق كل الطاقة يبقى عندها طاقة لا يبقى low heat content عندوش طاقة صعب ينزل الـ F معك difficult طب اللي عنده طاقة unstable وسهل ينزل الـ F معك طب يلا بص معي بقى the opposite table shows the value of the standard heat of formation of some compound قبل ما نشوف الإجابات هو عايز الجملة الصحة مين اكتر واحد ستيبل اكتر واحد ستيبل هو اكتر واحد negative فين اكتر واحد negative بي ورى مين ايه ورى دي ورى سي يبقى ده سي ده هو اللي عنده طاقة واخد طاقة عشان positive طيب احنا لسه قايلين اكتر واحد ستيبل هو اكتر واحد نيجي تبقى ده المور ستيبل بص على الإجابات واستبعد إجابة وده اكتر واحد ليس ستيبل طيب هل زهيت content of C طب قبل ما نجاوب تعال نكمل الجدول ده ليس ستيبل انا هكتبها unstable عشان انت متعود على كلمة unstable معلش نخليها unstable unstable يعني متعفرت يعني جوا طاقة يعني ده هاي heat content جوا طاقة شوف ايه بقى ايه تنفعل لا the heat content of C is less than the heat content of its constituent element لا هو عنده طاقة كتير قاوي عنده طاقة عالية قاوي يبقى ليس دي غلط يبقى ايه غلط هل بيه ليس ستيبل لا ده بيه ده المور ستيبل طب ايه ودي سي ودي قصدي ايه decomposes by heat easily converted to B مين مور ستيبل بيه يعني الايه اقل منه يبقى الايه عنده طاقة اكتر منه فسهل انه يتفكك يعني C طب D the heat content of D كمية الطاقة اللي عندي ديه اعلى من عندي C ولا C هو اكتر واحد unstable هو اكتر واحد عنده طاقة هي اسئله حلوه هي سهله بس نطلق بطه فمحتاج ان اكون فاهيمها حلوه قوي واخر سؤال معينا وبيقول what are the two compounds whose thermal decomposition يعني يتفكك طب ما احنا عارفين من داني حسه اني decomposition endo ولا exo مركب كبير يتفكك ده ايه لها ثاني سؤال في الحس مركب كبير يتفكك محتاج عشان يتفكك ياخد طاقة يعني endo يعني positive يعني فين اكتر compounding positive ايوه ده وده اهيا ويب كده هنكون خلصنا اول فيديو لينا مع بعض في رمضان خلصنا تتكلمنا عن formation وعن compassion اتكلمنا عن مين الاستابل ومين الاستابل حسه كتلطيفه وفيديو لطيفه قبلك الحسه الجايه في حسه جمده في مراجعة نص المنج وهنخلص كمان نهس له استعد الحسه الجايه لامتحان فريد من نوع متحان قوي وعشان انت مش اي حد انت وحش الكاميه فلازم تكون مذاكر حلوه قوي استناك الحسه الجايه لينا مع بعض في رمضان اشتركوا في القناة